الذي جمع بين بوتين وأردوغان في طهران بأنه متمم لتلك المحادثات التي جارت في الثالث عشر من الشهر الجاري في اسطنبول والتي عالجت بشكل مباشر ما يسمى بمبادرة البحر الأسود بين الوفودة الروسية والوفد التركي والوفد الأوكراني وممثلي الأمم المتحدة يبدو بأن هناك على الأقل لهجة إيجابية بين الطرفين الروسي والأوكراني هذا ما لمسناه في العديد من التصريحات سواء من طرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو حتى من طرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أشاد بدور روسيا في نجاح الجولة الأولى من هذه المفاوضات تبقى المخاوف الروسية قائمة خاصة وأنه لحد هذه اللحظات لم يصدر أي بيان رسمي سواء من وزارة الدفاع الروسية المكلفة بحضور هذه الاجتماعات أو من وزارة الخارجية حول مشاركة الوفد الروسي اليوم وإمكانية الوصول إلى توقيع اتفاق حقيقي في اسطنبول يقضي بتسهيل مهمة خروج السفن التجارية المحملة بالقمح والحبوب من الموانئ الأوكراني خاصة أيضا وأنه كان هناك بالأمس تصريح من نائب وزير الخارجية الروسي الذي أكد بأنه مسألة تسهيل خروج السفن التجارية الأوكرانية المحملة بالحبوب يجب أن تناقش بالتوازي بشكل كبير مع المخاوف الروسية من العقوبات الاقتصادية المفروضة على الأسمد الروسية وعلى الحبوب الروسية وحتى على السفن التجارية الروسية الممنوعة من الرصوف الموانئ الأوروبية المخاوف الروسية من فتح معابر أو ممرات آمنة لخروج السفن التجارية في البحر الأسود هي معروفة روسيا تخشى من أن يستغل الجانب الأوكراني هكذا اتفاق ويعمل على استغلال هذا الاتفاق لإدخال المساعدات العسكرية والأسلحة وإخراج المرتزقة بحسب الرواية الروسية نهيك عن الغام المزروعة في منطقة البحر الأسود وفي القرب من الموانئ الأوكرانية هذه هي المخاوف الروسية سبقة لروسيا وأن ذكرت بهذه المخاوف في اجتماع اسطنبول في الثالث عشر من الشهر الجاري وأيضا نوقشت هذه المخاوف وهذه المسائل بين بوتين وأردوغان لا يمكن القول في الوقت الراهن بأن بوتين تحصل على ضمنات أمنية من طرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلا في حال ما إذا تم التوقيع على هذا الاتفاق وتم أخذ المخاوف الروسية بعين الاعتبار خاصة وأن بعض التسريبات تشير إلى أن بعض بنود هذا الاتفاق تشير إلى ضرورة تشكيل ثلاث نقاط تفتيش في منطقة البحر الأسود أولى هذه النقاط ستكون بالقرب من الموانئ الأوكرانية ثاني هذه النقاط ستكون في المياه الإقليمية وثالث النقاط ستكون في الموانئ التي ستصل إليها السفن التجارية الأوكرانية كل النقاط الثلاث هذه للتفتيش هي ستكون تعمل بين روسيا وأوكرانيا والجانب التركي وممثلين عن الأمم المتحدة الأمم المتحدة تضع تحتها روسيا خطوط كثيرة من سيشارك من طرف الأمم المتحدة؟ هل ستكون هناك قوات عسكرية أو قوات تابعة للأمم المتحدة في منطقة البحر الأسود؟ من أين ستأتي هذه القوات؟ هل ستكون مثلا من بريطانيا أو الولايات المتحدة؟ هذه أحد أبرز نقاط الخلاف والمخاوف لدى الطرف الروسي ربما ستعالج اليوم في هذا الاجتماع الذي سيحدث في إسطنبول